بعد السماح الدولة لاستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات درنا لكم هذا الفيديو بهنوريكم شعالت استقام السيارة المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات كي تطبطها من فرنسا بعد بحث طاويل في المواقع بيع السيارات المستعملة القيناة طيوتا ايغوفاسدو سنة 2020 ماشية 9000 كيلومتر يعني السيارة جديدة السعر التاحة هو 11000 يورو تي تي سي وكيز بيطبطها للبلاد ينقصوك 20% ونزيدو النيغوصي ومعاهي قلعنا هديك 300 ليصبح السعر التاحة 8500 يورو وتقدر تلقى أقل منها في السعر على سبيل المثال تكون ماشية أكتر من 80000 كيلومتر السعر التاحة كيتهبل حوالي 6000 أورو اهو دركا نحسب الرسوم التوانى ملاحظة واللي نقولوها في كل فيديو الرسوم الجمركية يحسب على سعر اليورو في البنك ماشي في سوق سكوار يعني 8500 يورو هي 120 مليون سنتيم يعني 120 مليون سنتيم هو المبلغ اللي نحسب عليها الرسوم الرسوم الجمركية بالتقريب 30% اللي هي 36 مليون سنتيم والرسم على القيمة المضافة 19% اللي تعطينا 30 مليون سنتيم زائد ضريبة التضامن 2% تعطينا حوالي جمعين سنتيم يعني سعر مجموعة الرسوم تاهد السيارة هو 68 مليون سنتيم ودركا نقول لي وللمرسوم اللي درتها الدولة واشي يقول يقول تخفيض 80 او 50 او 20 بالمئة من مجموعة الرسوم على استراض السيارات المستعملة طيوتا ايغو اللي جبناها اليوم تعمل بالبنزين والمحرك التحق اقل من 1.8 لتر يعني عندنا تخفيض بـ 50 بالمئة من مجموعة الرسوم المستحقة اذا 68 مليون نقص منها 50 بالمئة تعطينا 34 مليون سنتيم يعني سعر الاخير لسيارة طيوتا ايغو سنت 2020 يعني 8500 يورو زائد 34 مليون سنتيم تعطينا 214 مليون سنتيم